معلوماتك جيدة كانت انطلقت ابحاثة المحكم في دائية وتم التخلي عليها للعسكر خلي نسك سؤال إضافة حتنبرق ذمتي القضية هذه مازالت مشبولة بالتحقيق إذا كما مشبول التحقيق ما ندخلوش في التباصيل التباصيل نختصر على التحليل السياسي صح التحليل والتفاصيل من حق بس نعطيها ومن حق المواطنة التونسي بشي يسمح وراه خلافة اللي ما هو يروز له الصعب التونسي يكذو علينا في قضية شقري بالعيد ويكذو علينا في قضية التعام ويكذو علينا في القضايا الكل غلي من حق الصعب بشعر إذا هالناس هذه اشكول المتأمر الفعلي والمتفاهم والغير المتأمر على البلاد اشكوا أن المجرم الحقيقي واللي موس مجرم اشكوا لفاس الحقيقي واللي موس باسدين من حق الصعب لما تكون قضية رايعة وانت يتخرج الكلمة مقتاش الان ما يتدور فيها مقت ما يسمعش تعلام لما يمنع من نوع يوم الاول ما تقولش هراه هراهش الغنوص يتعلق يتعلق في القضية يلزم من المواطن يعلم مداما عبا في السرية لا يتدور فيها طيب نعم اسمحني الله ينورك مقابل مبدأ المواجه والهذا نحن خلينا نكمل ونحكيه الغريب في الامر وهذه نقطة والله السبسل ترعان وان شاء الله يكون معناها الضبنية في مكانه كونه المحكمة العسكرية يكون المحكمة العسكرية اي السلطة العسكرية والقيادة والجيش اتخذوا قرار هذا يثبت في عديد القضاء اتخذوا قرارا في عدم الخوض والتفكول والحشر انفسهم في المعركبية السياسية اللي قاعد يكون باقي السعيد خصومه السياسية لانه كانت قضية كما شفنا السايد مخلوق قضية تعامل عبد الرزاق كل القضايا المحالة على العسكر قاموا بتخذاتها اتخذوا قاموا باقي السايد مخلوق وهادي وشرة خيب ان شاء الله يا واصل جايش الحياد والقيادات العسكرية تواصل الحياد وتقعد بعيدا ما تدخلش في معركة مع السلطة هذا ما اتمنى وصارت كمبترة خير انسوا اللي اطرع نفسه اللي هنالك وكمساد تول العدل عناش قد نشوفوا في اشعاء كيما قيام التركي وكيما ريطاب الحاج وكيما عيصان الشابس كيما جوهر بنبارك وكيما عبد الحميد سلاسي وكيما كامال طي نشوفوهم الكل هم موقوفين وفي قضية اخرى نشوفوا مش موقوف مش مما بيحال صراح فقط لكن يحكيو فينا في الدروس كيما ملاك البكاري تشيف تشراك هداك وتعطينا في الدروس وهو يحكي فينا في الدروس على التآمن ويسيب في سيل في المرسوق ويحكيه ويتكلمه ما يعشمش هو مورد في القضية ومجبوط كيما ملاك البكاري مورد مياه نكسوري وعيناك من بلاتون بلاتون تحكي على الخمسة عشرين جميلة ويوم مورد على هادي السؤال اللي يطرعون نفسه وانت تقول يا قائل سعيد رأى عمر بالخطاء وليس الوطد من يتعكم بالقضاء واللي هو قاعد يعمل بخصومه السياسيين علاش هادر ما بحفوش حتى واحد فيما بحث بخلاف وانيد البلط لأنه وانيد البلط يشافي غلطة وهو تصريحات وخاطر هو توقف يأنه سب الرئيس ابنة كانت محتى الكلمة اللي موجودة في معضر البحر يا أستاذ نعم مرة أخرى يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ الليل طويل نزال عندنا المجال الوقت فقط أنا دابين تمشي معلومات دقيقة في كنف القانون المعطيات إذا كانت تكون مشمولة بالبحث في التفاصيل أنا ما عندي شماس العاليين أقول إن حلو السياسيين أنت قلت اسمح لي اسمح لي يا أستاذ هو الخضاء العسكري اسمح لي سأعطيك سأعطيك المجال يا أستاذ لحظة 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 جاي بسنور لي مسته نوروه يا أستاذ لحظة هيديك اللحة القضاء العسكري عندما تخلى عليها قضاء المدني العدلي براءهم ولا غير ما ينظر في تفاصيل متاحة بعد عام كامل لا ينظرش في التفاصيل وتخلى عليها ولماذا تخلى عليها ما فيها حتى عسكري لأنه مشبوط فيها الغول يا قضاء الموجودة تعتامر الكوة التوى الكول والقضاء الموجودة اللي مزهونين فيها الأبرياء الكلها من صناعة الوتط من تحدث عن تسفير الوتط هو لجنة الخداء من تحدث عن غرفة السوداء الوتط و لجنة الخداء من تحدث عن الجهاز سري الوتط و لجنة الخداء اللي يتحدثوا عليها من كل طوية يصنعوا فيها معنى يعملوا السيناريو يحبوا يوصلوا لقي سعيد على أساس هاو دوما انت ما تنجمش نتقلع زاب وتعملوا واحدة نحن نكونونهم قضايا وهمية ونورطوهم في قضايا وهمية ونعديوا لك الكرة ويجبروه يجبروه ها نقول يجبروه لأنه ما عندوش القدرة باشي ماسكين له الداخلية وماسكة ديك الشرب تبع ذيك بالقصر وريضالينين وحاصرينه وماسكينه وهو يتهرب يا اخويا انا ما ننجمش انحل الحزاب اللي ما نجموني قضايا ما ننجمش الداخل لعباد الحاسر اللي ما نجموني قضايا يكونونه في القضايا اللي المفروض هو من الأول تكلم عن الفساد وحكاه على 1500 مليار واش بتلم حير يفيد 1500 مليار وفي قضايا وين هم قضايا الفساد ده دوم اللي يتحدث عليهم ما مطاوش قضايا فساد خلقولهم قضايا اخرى امتاك اامر وقضايا وهمية بي